السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكو يا شباب اخباركو ايه النهاردة هنتكلم على البارت الخاص بالالكترية وهنتكلم على اول جزء فيه هو ازاي ممكن نقيس البيزيك كومبوننت زي الريزيستور والكاباستور والإنداكتور والفريكوينسي بتاع السيجنل عن طريق البريتجز طيب البريتجز الحقيقة تعتبر حاجة من الماثودز اللي يمكن ببساطة اكيدا ممكن نعتبرها سيمبل الماثود لقياس فاليوز زي ما قلنا ريزيستور انداكتور كاباستور وفريكوينسي وهي تطور للفكرة الفوتش ديفجن يعني لو اعتبرنا انه هو جزء من البريتجز سركت فيه انواع او فيه two major types من البريتجز مؤتمدين على الحاجة اللي انا بقسها او البرامتر او الفيريابل اللي انا بقيسه وهي حاجة اسمها دي سي بريجز وحاجة اسمها إي سي بريجز فهنا حيروح في دماغنا على طول ان احنا بديتكلم على دي سي و إي سي يعني بديتكلم على فريكوينسي dependent component و على الفريكوينسي الدي سي بريجز زي الريسسطنس والإي سي بريجز اللي حتساعدني لنا ايز بقى الكمبونس اللي بتعتمد في التغير بتاعها على الفريكوينسي زي الانداكتنس والكباستنس والفريكوينسي زي ما حنتعرف على الطايبس دول مع بعض في المحاضرة النهوة طيب تعريف بس بسيط زي ما اتفقنا كده الفايدة بتاعة الدي سي والإي سي بريجز انها تساعدني ان انا ايز قيم زي الريسسطنس والكباستنس والكباستنس والمفهوم الجانيران اللي هو الامبيدنس أوكي طبعا انا برضو يعني عايز حضرتكم تبقوا مستوعبين ان مش التارجت ان انا بقيس كريزسطنس يعني انا عندي ريزسطنس عشرة اوم حروح حقيس عشرة اوم لا الحقيقة ان انا ده طبعا جزء بس الحقيقة ان فيه جزء تاني ان انا ممكن يكون الريزسطنس دي في حد ذاتها هي جاية من سنسور معين زي ما كنا اتكلمنا على التمبريتشر سنسور فمسلا التمبريتشر سنسور حقيس تمبريتشر حيحولها للريزسطنس حقيس الريزسطنس دي عن طريق الريزسطنس تبقى انا فعليا كنت بقيس تمبريتشر ما كنتش بقيس ريزسطنس وهكذا لو جينا فكرنا في قياسات الاندكتنس والكاباستنس والامبيترس الحقيقة ان فيه بقيسين نوع 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 بين الكفتين بتوعي فدي أول ماثود إننا يبقى عندي بتوعي البريتج بتاعي ووصل لي الزيرو أو الفرق ما بينهم أو البوتينشيل ما بينهم يؤذيهم الماثود التانية اسمها بقى هنا هيحصل تغير ده بقى عامل زي الميزان اللي احنا بنوزن بيه الويد بتاعنا هنطلع نقف عليه هنجب لنا المؤشر أو الديجيتال كاونتر هيوقف عند قيمة معين ماشي؟ طيب تعالوا نبتدي كده بأول نوع من أنواع البرجيوس هو هنقيس بقى DC Bridges هنا هنتكلم على DC Bridges في الأول هنقيس resistance ببساطة كده هنتكلم على أول وأشهر نوع لإياس البرجيوس لإياس الريزيستنس هو الويسترن بريج طيب الويسترن بريج زي ما انتم شايفين في الكراف بتاعنا عندنا 4 arms resistance أوكي الـ 4 arms resistance دي أوكي من المفترض أن فيه واحدة فيهم تبقى الـ unknown resistance بالنسبة لي أو resistance اللي أنا عايز أقسها تعالوا نفترض أن هي car 4 أوكي كلام جمينا طيب إحنا هنطبق أول ماثود اللي هي balance condition زي ما احنا شايفين كده يعني مافيش potential difference لو احنا جبنا galvanometer أو جبنا meter نقيس الـ difference between D and P أوكي حنلاقي أن مافيش current حيمر مافيش difference حيمر في الـ part دا طيب نحطي بقى conditions بتاعتنا بما أن هنا مافيش potential difference يعني value بتاعت D هي equal للvalue بتاعت B بقى معنى ذلك أن voltage A D حيساوي voltage A B أوكي طيب الـ voltage A D بيساوي A بيساوي current اللي هو I1 في R1 والvoltage A B R2 أوكي كلام نبين طيب يبقى دي أول equation بتاعتي حاجة طبق نفس القصة تحت أوكي يبقى I3 فR3 حيساوي I4 فR4 طيب أنت لسا إلينا أنا مافيش كرة حيمر في القلب المتر معناها أن I1 حيساوي I2 و I3 و I2 حيساوي I4 أوكي يبقى أنا لو أسمت the two equations دول على بعض أوكي ببساطة كده هتطلع لي أشهر equations خاصة بالbalance bridge إن R1 over R3 بيساوي R2 over R4 في الconfiguration للأساط حضرتك أوكي يبقى لو أنا اخترت النون resistance بتاعتي R4 يبقى R4 هتساوي R3 في R2 على R1 طبعا زي ما أنتوا شايفين حتى division بتاعها زي كده بسيطة مهيش حاجة محتاجين إن نحن نحفظها أو ما شابها طبعا تعالوا نشوف حصل تغير في أي واحدة من resistance D ممكن نعمل عن التغير لأنه error ممكن يكون تغير النتيجة error من environmental conditions يعني لكن تعالوا نفترض إن حصل أي واحدة من resistance D error إحنا القانون بتاعنا بيقول لنا إيه بيقول لنا أن Rx أو R4 بيسوي R3 في R2 على R1 يبقى لو حصل تغير في أي واحدة بلس ومينس بقى تغير فيها حنقدر من الإكواجين البسيطة اللي حضرتكو دي شايفينها حنقدر نوصل للإكواجين اللي قدام حضرتكو إن Rx هتسوي R3 في R2 قيمة من الأرور اللي موجود عندي يعني ببساطة كده لو أسمنا على R2 وأسمنا على R1 وأسمنا على R3 يبقى ده هتبقى الإكواجين بتاعتنا هي مضروبة في 1 أوكي والpart بقى هنا حيبقى دلتا R3 على R3 ودلتا R2 على R2 ودلتا R1 على R1 يبقى كل تغير حيحصل أوكي وأدي لتغير بالتأكيد في Rx بتاعتي أوكي طيب الرجي دي ممكن بقى نتجة من إيه الحقيقي أنك بتروح تشتري resistance أو بتروح تجيب resistance بتقول 1 كيلو أوم بتيجي تقسها بتلاقي على 990 أوم 995 أوم أنسوق أوم فلا ستلا عندك error في resistance أوكي لما تحاول توصل للbalance بقى ما هو إيه اللي هيوصلك للbalance تخيل كده أن R1 بتسوي R4 أنا حوصل للbalance ازاي أو حعرف قيمة Rx ازاي هاختار variable resistor اسمها R3 أوكي وفضل أغيرها لغاية ما وصل لقيمة Rx عندي أوكي وزاي ما قلنا بقى ممكن تبقى thermal change ممكن يكون في sensitivity خاصة بالdetector and so تعالوا نشوف example بسيط كده أنا عندي western bridge R3 لها value أوكي الvalue ديها accuracy accuracy قرنتها كام R3 لما وصلنا للbalance قالك R3 لما وصلنا للbalance 520.4 والaccuracy بتاعتها 0.2 percent نخد بالنا من هنا percent أوكي R1 بقى R2 500 plus or minus يعني لهم نفس القيمة بنفس قيمة الأرور اللعن طيب هنا الطلب مني أن أنا أوجد Rx أوكي أعلى وأقل قيمة ممكن تتعرض لها Rx بما أن كل واحدة فيهم في tolerance أو في error ممكن يحصل هنطبق القانون البصير بتاعنا أوكي طبعا أعلى error حيحصل لما نجمع كل القيم دي بسط أوكي وأقل قيمة ممكن نلاقيها Rx لما كل القيم دي تبقى أكي أوكي فده فده الشكل اللي حيبق بصيد بتاعتنا طبعا قيمة R4 في الحالة دي أو Rx المجهولة حتسوي R3 أوكي كvalue بس الرغب بتاعها حيبقى معتمد على الرغب اللي موجودة فيهم كله أوكي ناخد بالنا من حاجة تانية إن إحنا هنا قلنا مثلا 0.1 over 100 0.1 over 100 0.2 over 100 أسمنا لكنها percent من قيمة resistance رغب نشوف اكزامبل تاني بيقول إن الوستن بريتجي ده الرشو بتاعة الارم اللي هي R2 على R1 1 over 100 أوكي وبيقول لي إن في حالة البالانس كانت R3 ألف بوين سري لما حصل بقى تغير زي ما قلنا كده مثلا في التمبرتشر لأ لقينا إن أنا عشان أوصل للبالانس محتاجة تغير الvaluable الريزيستور بتاعتي اللي هي R3 أوصلها لألف 2.1 أوكي عايزين بقى نوجد التغير اللي حصل في الرx نتيجة التمبرتشر أوكي يبقى حنعمل نفس الإكويتشن مرتين أول مرة بالقيمة الأديمة اللي هي ألف بوين 3 ومرة تانية بالألف واتنين بوين 1 أوكي فأول مرة هبقى Rx R3 في R2 أوفر R1 ومرة التانية Rx نيو برضو R3 اللي هي بقى هنا هتبقى متغيرة اللي هي ألف واتنين بوين 1 أوكي الفرق ما بينهم هو قيمة التغير اللي حصل في نسبتاتي ديو التمبراتر طيب الغيط كده كلام جميل جدا طيب تعالوا بقى نشوف الماثود الخاصة بال deflection نحن نكلمنا عن الماثود الخاصة بال balance لأنا نشوف الماثود الخاصة بال deflection هنا بقى هنستخدم الجالفانومتر علشان يدينا أو يعمل لنا detection أوكي هنا بقى بقى عندي حالة unbalance أوكي بقيت معتمد على الجالفانومتر و sensitivity بتاعة الجالفانومتر إنه نحن نوضح أهميتها دلوقتي حالا أوكي واحدة من الماثود اللي حن علشان نعمل analyzing circuit دي أوكي إحنا اطريد بتاعنا إيه علشان بس يبقى الموضوع واضح إنه نحن نوجد current اللي حيمر في الجالفانومتر نتيجة الوجود resistance R4 اللي هي resistance المجهولة بتاعتي كلام جميل فإحنا واحد من الماثود اللي حن ممكن نحل بهذا الشكل نحن الدايرة دي شكلها complex أو معقدة جدا تعالوا نشيل الدايرة دي كلها ونحط مكانها اختصار واحد من الاختصار دي اللي هو Thevenance circuit هي ببساطة كده شيل كل الدايرة اللي هي عبرها مجموعة من resistors وهي voltage source وحط مكانها واحد بس voltage source يعبر عنها و resistance واحدة in series طبعا فيه other model اللي هو Norton نشيل كل دول وحط current source و resisted in parallel هنا تعالوا بما أننا عندنا voltage source فتعالوا نشتغل كده على انه نشيل ده كله ونحط مكانه voltage source و resistance in series اول حاجة وابسط حاجة نحنحسب V ثوربانس بعد كده نحسب R ثوربانس يبقى انا كده خلاص شلت الحدوتة دي و اوجدت مكانها V severance و R severance مع الجلفانومتر حقد احسب current اللي حاجة مغرفين تمام تعالوا نبتدي نحسب V severance اللي هو voltage ما بين C و D اوكي voltage ما بين C و D ببساطة كده هو لو اخترنا common point ده A مثلا أو B whatever تعالوا نختار A فيبقى الفولتج ما بين C و D هو عبار عن الفولتج A و C ناقص الفولتج A و D طبعا لو لحظت هنا negative sign هتخلي لك الفولتج A طير مع الفولتج V ويفضل الفولتج C منس الفولتج D طيب الفولتج A C بيساوي A بيساوي current I 1 في R 1 و الفولتج A D هتخلي ال current I 2 في R 2 كلام جنين يبقى انا عايز اوجد I 1 I 1 ببساطة كده الجزء ده طبعا open circuit اللي انا بحسبه في I 1 هيمغى هنا يبقى current اللي ماشي هنا عبارة عن A عبارة عن الفولتج اللي هو voltage source التاعي اللي هو V مقسوم على مجموعة resistance اللي هما R 1 و R 2 نفس القصة بالنسبة ل I 2 هايساوي الفولتج برضو اوكي بين A و B و مقسوم على R 2 over R 4 اوكي يبقى لو عملت substitute بسيط كده على I 1 هنا هايساوي R 1 على R 1 plus R 3 مضروف V ولو عملت I 2 substitute بالvalue بتقيتها هايساوي R 2 على R 2 plus R يبقى ده LV prevalence الطعام طيب عايزين نرجع R prevalence نفس القصة بس الفكرة نحن هنشيل برافا لكم هنشوق كل voltage source ونحط مكانه short subject فمعنى ذلك ان volt على A او النقطة A بقت هي نفسها النقطة لان voltage source بتاعي بقى short circuit اوكي يبقى انا لو عايز اوجد equivalent resistance ما بين C وD اوكي هيبقى نوصلت كده اللي اختصر نوعها هيبقى R1 وR3 imperial مع بعض وR2 وR4 imperial مع بعض و L2 هيبقى series مع بعض اللي هو مجموعة اوكي CD او عند النقطة C وD ل A ل voltage هنسميه V equivalence بتاعنا و resistance in series هنسميها R equivalence عندنا كده لو عايز احسب بقى الكارن همري في galvanometer هديبه galvanometer وممكن اللي بقى نوع internal resistance معينة هتبقى IG بتاعتي بتساوي V equivalence بأكزامبل بوسيط قالص وهو قانون Ohm أو على R equivalence plus R j طيب يبقى انا كده بقيت معتمد على sensitivity بتاعت galvanometer لو جيت قلتلك مثلا galvanometer ده كل مايكرو أمبير مثلا بيحرق لي المؤشر بتاعي 1 مليمتر أو 5 مليمتر يبقى انا هنا بقيت معتمد على sensitivity بتاعت galvanometer تعالوا نشوف example كده يوضح لنا ال configuration generation بتاع قال لك انك عندك western bridge أوكي البattery source أو voltage source بتاعي 5 volt أوكي وقيم resistance زي ما هي واضحة كده عندنا 100 عندنا 1000 عندنا 200 فطبعا علشان دي تبقى لازم تبقى 2000 هتيجي تقول لي 08 حول لك بإجزامبل بسيط خالص ان R3 مضروب في R2 over R1 يبقى لازم دي تبقى 2000 طيب احنا هنا بقى مش في حالة balance انا حاجة بقيس او عايزا وجد بقى deflection اللي حيحصل في galvanometer نتيجة ان بدل ما بقيس resistance خمتها 2000 حقيس قيمة resistance خمتها 2005 فقال لك ببساطة انت هتستردم galvanometer وادى لك الاسبيكس بتاعته وقال لك الانترنر resistance بتاعته هي 100 اوم اوكي وال current sensitivity بتاعته هي 10 مليمتر لكل مايكرو امبير يعني ايه الكلمة دي بس عشان نبقى فاهمين يعني لكل مايكرو امبير حيغير في 10 مليمتر deflection او تغير حيحصل في المؤشر بتاعي نبقى زي كده بالظبط المؤشر اللي بيعتمد على زاوية المؤشر اللي بيعتمد على linear and so فاعد تعالوا نطبق بقى الكلام اللي احنا قلناه اول حاجة نحسب ال V ثمنانس بنفس الطريقة اللي اتكلمنا عنها ونحسب ال R ثمنانس وانت عندك هنا ال resistance يبقى حتقدر توجد ال current بتاعك يبقى اول خطرة هنحسب ال V ثمنانس زي ما قلنا هو voltage ED ناقص voltage EC يبقى 5 volt في 100 اللي هي R1 على مجموعة R2 على R2 plus R4 تطلع ال V 7 6 2.77 من لبون 7 resistance زي ما قلنا 2 resistance دول بارل ودول بارل ونجمعهم او انسير اسماء بغض اوكي يطلع ال R 7 6 734 يبقى معنا ذلك اننا ممكن نشيل الدايرة العظيمة بتاعتي دي وحط مكان volt source قيمته 2.7 ميلي volt و R7 قيمتها 734 يبقى ال V7 عندي او ال Current اللي ماشي في ال Galvanometer حيساوي ال V7 على R7 plus internal resistance اللي نحوض عنها اللي هو من دهاني بمية عوم يبقى معنا ذلك ان ال Current ببوساطة ب Direct Calculations حيطلع لي بيساوي 3.32 Micro Ampere يبقى ال Deflection اللي هيحصل هو 10 مليمتر لكل Micro Ampere يبقى لو ضربت ده ال Current بتاع اللي هو 3.32 في 10 مليمتر لكل Micro Ampere حلقة Micro Ampere هيروح مع Micro Ampere حيطل حيطل ال Deflection اللي هو 33.2 مليمتر عشان بس نبقى فاهمين ال Effect بتاع الجالفانومتر في القياس فتعالوا كده نختار بقى نفس ال Problem بالظبط بس تعالوا نختار قيمة مختلفة لل Internal Resistance بتاعة الجالفانومتر وSensitivity مختلفة هي 1 مليمتر لكل Micro Ampere طبعا لو لاحظنا كده ان Calculation بتاعة ال V-Sensitivity مش معتمدة على لا Internal Resistance ولا Sensitivity نفس القصة في R-Sensitivity انت هبتدي اعتمد لما اجي احسب ال Current اللي ماشي في الجالفانومتر فمعنى ذلك اننا هعوض بنفس القيم اللي هي V-Sensitivity وال R-Sensitivity اللي حيختلف بقى Current بتاعة الجالفانومتر حيساوي V-Sensitivity R-Sensitivity plus R-G فحيطلع لي قيمة Current جديدة نتيجة بقى ان Deflection هنا مختلف هنا بيقول بقى لا ده كل Micro Ampere بدل ما انت كنت بتتحرك 10 مليمتر هنا هتتحرك 1 مليمتر فالتغير بتاعك حيساوي 2.24 يبقى فهمنا كده الأفاكت بتاع القياس او وسيلة القياس زي الجالفانومتر وقدي اين الأفاكت ده ممكن يخليك في بعض الأحيان تقدر تعمل Detect ويخليك في أحيان أخرى ما تقدر تعمل Detection طيب ناخد كده انا بعتبره Example بسيط لل Western Preach إنك لو افترضنا إنك أنت عايز تقيس أي تغير بيحصل في resistance زي thermistor أو زي أي حاجة من اللي احنا قلناها وحتطبق نفس اللي احنا هنقوله هتحط جالفانومتر ونقيس ومش عارف إيه فقالك في example كده بسيط إيه اللي حينناعك إنك أنت تاخد كل قياس دي وتفترض إن هي لها نفس الفالي يعني إيه يعني أنا حني فاليو ليكن واحد كيلو أوم أوكي وحخلي R1 وR2 وR3 وR4 كلهم واحد كيلو أوم ممكن تبقى R4 بالنسبة لي بقى thermistor أوكي فقيمة resistance حتتغير حتتغير ما تيجي تال environmental كدش فهيحصل فيها delta R يبقى لو روحنا طبقنا نفس الفكرة V 7 هتساوي فرق الجهد ما بين AC و minus AD أو CD يعني بيساوي AD ناقص AC وطبقنا نفس الحدودة عشان بس الناس ما تطلق باتش احنا قلنا VCD أوكي هتساوي V ما بين ED أوكي وما بين EC علشان الفرق ده يبقى موقع أوكي طيب يبقى ببساطة كده كل لهم هيبقى ليهم نفس resistance يبقى أنا ممكن اختصار بس الاختصار ده هيبقى blackable جدا في حالة أن delta R أو التغير اللي حصل مقارنة مع قيمة resistance أصغر بكتير أوي من L1 يبقى ساعتها Lv7 بتاعنا هيساوي V بتاعنا مضروف delta R أو التغير اللي حصل على الأربع resistors اللي عندك أو 4 resistors طيب حد تاني طبعا ده بالاختصار البسيط اللي احنا وردي بصنا على general formula بتاعت وكل الفكرة أنك هيبقى عندك 2R في القصد وعندك 4R square أو 8R square في المقام فهتقدر تختصر الحالة بتاعتك طيب حضرتك هتروح ببساطة كده تفكر ب 7 resistors بقى لو انتوا فاكرين احنا قلنا هيبقى عندنا 2 resistors دول in parallel 2 resistors دول in parallel و in series طبعا بما ان دي R و دي R in parallel هيبقى half R أو نص R نفس القصة هنا بس بما ان دلتا R صغيرة قوي مقارنة مع R يبقى تكان P neglected يبقى هيبقى دي برضو half R أوكي يبقى R-7 سيبقى مجموعة الاتنين اللي هو R أوكي يبقى انا ممكن اشيل الدايرة بتاعتي وحط V-7 بتسوي V دلتا R على 4R وال R-7 بتاعتي هتبقى بتسوي R وعلى حسب بقى الجالفانومتر بتاعي دعالوا نشوف اجزامبل كده عشان يوضح لنا الحدوط اللطيفة دي أوكي هنختار قيم الresistance فأول السؤال بيسألني عليه بيقول لي احنا دلوقتي عندنا R اللي انت عايز تقسها هي عبارة عن thermistor فيها علاقة ما بين الresistors والtemperature زي محضراتنا شايفين وصد الكورف أو الكراف بتاعنا اللي على إدنا اليمين دا أوكي وبيسألني أول سؤال بيقول ببساطة كده اوجد التمperature اللي ساعتها حيحصل بالانس طيب انا حوجد R اللي هتخلي السيستم ده بالانس بما أنه كل القيم متساوية يعني R3 بتساوي R2 بتساوي R1 يبقى R4 هتساويهم أوكي في حالة البلانس طبعا يبقى معنى ذلك أن R هتساوي خمسة أو ممكن تروح تعود بتساوي R3 فR2 عا R2 على R1 بتساوي خمسة كيلو طيب هروح كده بص في خمسة كيلو أوم أو الله يدو أكسز خمسة كيلو أوم حتقابل لتمperature 80 سليز كلام جميل تاني مطلوب بيقول لي أو قد أو عايز أوجد الأوتبوت سيجنل أو الفولتج اللي ما بين النقطتين سي وتي أوكي كلام جميل يبقى ممكن أعرض وأوجد V7 بتاعتي اللي هو الفولتج بتاعي اللي هو بدوني 6 فولت مضروف الفرق اللي هو 0.5 على 4 في قيمة الريزيستور المتشبهة اللي هي خمسة كيلو أوم تطلع قيمة الريزيستور 0.2 أو أروح أعوض بي نفس الإكواجين الجنرال بتاعتي حلقة إن السليوشن الحقيقة هو 0.158 أنا شخصيا شايف إن الحالين قريبين من بعض وممكن يبقى بالنسبة لنا لكن في الكيس دي هنلاحظ إن الفرق ده 0.5 مقارنة مع القيمة الريزيستنس اللي هي خمسة كيلو أوم أكتير أول من الواحد فالأحسن إنك تحلها بالجنرال فورم وتوجد الفي سيميلنس أو الأول والفولتج اللي هو طلبه مننا طبعا هنا مش طالب الكارنت بتاع الجلفان هو طالب الفولتج اللي على الريزيستور اللي هو بالنسبة أو الأسوك الفولتج اللي على الارم السي ودي أو بالنسبة لك توجد الفي سيميلنس جميل طالب ده كان أول نوع من أنواع البريتج وهو ده الحقيقة اللي حيفتح لك كل الأنواع مع كده الموضوع حيبق سيمبل خالص الكالفن بريتج هو موديفايد من الويستن بريتج لكن الموديفكيشن اللي تعمل ده علشان يشير الأفاكت بتاع اللو د زيستنس و الكونتكت ما بين العنون ريزيستنس طيب إيه هي الحكمة في الكالفن بريتج هي إنك أنت معمول لقياس قيم ريزيستنس صغيرة قوي أقل من واحد او بمعنى إن قيمة ريزيستنس المجهولة بالنسبة لك أو اللي أنت عايز تقسها أقل من واحد او فقال لك تعال نبص كده أنت ببساطة الكونفجريشن بتاعك ده ممكن تبقى قيمة ريزيستنس اللي أنت بتحطها رأكس دي بتوصلها بواير أو هي أصلا كونيكت بواير فقال لك ماينفعش تفترض أو تهمل الأفاكت بتاع الواير بتاع ده فقال لك تعال بقى نتخيل الكونيكشن اللي هي موجودة في الجزء الأنون اللي أنت بتحسيبه هنا أوكي فقال لك ببساطة كده أنت لو مشيت بنفس الكونفجريشن اللي احنا كنا ماشيين به أوكي كان مفروض أن هي R1 في R3 على R2 طبعا أنا هنا غيرت بتاع عشان بس ما يبقاش حافظ القانون هو القانون المعتمد على الكونفجريشن بتاعك عشان تبقى عندك فكرة الادابتيشن طيب هي الفكرة كلها أن أصبح الواير اللي انت بتستخدمه ده بقى له resistance حتى لو هي صغيرة بها وانت أصلا بتقس قيمة resistance صغيرة أقل من واحد فقال لك ما ينفعش تهمله فعشان كده لو جيت قصة R3 حتدخل الـ effect بتاع الواير اللي انت حطه ما بين R3 أو الresistance اللي انت حطتها وما بين الجنكشور بتاعك اللي هي وليكن بي في ال ال البرجي بتاعك نفس القصة بالنسبة للRx أوكي حيبقى في effect لي ال-NP أوكي فيبقى ال-Rx plus ال-RNP اللي هي قيمة ال-resistance دي حتى لو هي قيمة بسيطة أوكي يبقى علاقة مع ال-R3 مع قيمة ال-RNP أوكي طبعا دول أنا هفترك بقى إننا لو عايز كمان ادخل ال-effect بتاعهم ممكن ادخل لكن اللي هيهمني ال-effect مبين ال-junction بال-resistance أوكي يبقى أصبح الموديفكيشن بتاع القانون بتاعي بقى بدل ما Rx بتسوي R3 فR1 على R2 أوكي بقى كمان بيسوي اللي علاقة بقى القيمة ال-resistance البسيطة بتاعة ال-wire هنا قيمة ال-resistance البسيطة بتاعة ال-wire هنا لو أنت أهملت ال-effect بتاع الليد بتاعك أوكي يبقى معنا ذلك إن ده حيساوي zero يبقى حتفضل لل-equation اللي احنا كنا تكلمنا عنه وهي دي فايدة ال-kelven bridge هو بيكونسيدر اللو values of resistance كلام جديد طيب حنتكلم على الجوزء بقى الآخر من المحاضرة بتاعتنا هي ال-easy bridges والحياني ال-easy bridges حنتنقسم على حسب أنا عايزة إيس عايزة إيس capacitor عايزة إيس inductor عايزة إيس frequency نسترع كده مفهوم ال-capacitor ال-capacitor هو علاقة ما بين two plates بينهم dielectric material dielectric material دي لها characteristics معايا ممكن تبقى air ممكن تبقى ceramics ممكن whatever ممكن تبقى electrolyte وعلاقة ما بين cross-section area بتاعت ال-plate اللي احنا قلنا ان احنا منكلم على effective area أو overlapping area ما بين two plate على distance between two plates okay ده اللي بيعرف لكلمة capacitor نفس الفكرة اللي هيعرف لكلمة inductor بالنسبة الكويل okay هي number of torres المبريبوليتي بتاعتي والarea أو cross-section area بتاعت الكويل واللength اللي هو تورد بي الكويل بتاعي أوكي في EC previous بقى أنا عندي تغير مع frequency أوكي فأصبح element بتاعي ما ينفعش افتقد ان هو resistor بس لا حيبقى resistor وممكن capacitor وممكن inductor أوكي فحسمي element بتاعي impedance أوكي اللي هو حيبقالو magnitude أو amplitude و phase أو تغير في الزوية بتاعتي يبقى لو طبقت نفس الفكرة هي فكرة balance condition يبقى ببساطة حيبقى Z4 عندي اللي هو ممكن يبقى بالنسبة لده هو unknown value حيبقى ماشي بنفس الحدوطة بالظبط زي ما انتم شايفين كده بنفس التطبيق اللي احنا قلناه بنفس بالظبط حيبقى Z4 عندي بيساوي Z3 في Z2 على Z1 بس خلينا هنا بقى نتكلم على impedance خلينا نستخدم الملطيبليكيشن احسن فنقود Z1 في Z4 بيساوي Z2 في Z3 يبقى كماجنيتشود حيبقى الملطيبليكيشن اما كفيز حيبقى addition لان احنا منتكلم ان Z ده exponential فلما يضربوا مع بعض الexponents هتجمع مع بعض فيبقى phase 1 زائد phase 4 حيساوي phase 2 زائد phase 3 تعالوا نشوف اكزامبل كده بيقول لي ده الimbedience بتاعت ال البرج بتاعي Z1 وZ2 Z1 ده inductive impedance Z3 ده inductive impedance Z2 ده pure resistance وZ4 ده 0 يبقى انا هحل الاول اجيب الماغنيتود بعد كده اجيب الفيز وبعد كده تنتج regulation ماغنيتود هحل اجيب الماغنيتود يبقى Z4 في Z1 بيساوي Z2 في Z3 يبقى ببساطة كده Z4 هتساوي 250 في 100 على 100 يساوي 1 كيلو الفيز بتاعتي زي بقولنا summation يبقى هترح من theta 2 theta 3 هترح من المجموع بتاعهم theta 1 يبقى هتطلع minus 50 يبقى معنا ذلك النown element بتاعي Z4 هيبقى لهم magnitude 1000 و phase minus 50 يبقى احنا بنعبر عن حاجة زي كده عبرة عن capacitive element ممكن يبقى معاه resisted كمال لكن هو capacitive علشان الفيز هنا بالغير indicator هاي بتاعنا نشوف example تاني هو قال لي انك عندك bridge الارم PC عبارة عن resistance مع series inductor والارم AB عبارة عن resistance مع series capacitor والارم DA ده عبارة 450 Ohm pure resistance يبقى عايزين نوجد الارم المغهول اللي هو Z4 في حالة ان الـ frequency 61 kOhm وبعد كده نشوف هل هو هذا كباستو ولا indicator يبقى ببساطة كده نحط Z2 لامتد تاني عبارة عن resistor اللي هو القيمة بتاعتي 200 Ohm plus J Omega L Z1 عبارة R plus 1 over J Omega C وده يفسر ليه في negative حطينا capacitor لأنها هتبقى مقصومة وز Z3 هي pure resistance وحتنزل بقيمتها 450 عايز توقيت بقى الـ value بتاعتك هتطبق الـ equation البسيط بتاعتك Z1 times Z4 بيساوي Z2 times Z3 يبقى يبقى معنى ذلك إننا خط 150 ضربتها في value بتاعتي وأسمت على value بتاعت Z1 هيطلع لي results 150 J home يبقى معنى ذلك إن هنا positive طبعا طلعت هنا positive فهي شبيهة بالشكل اللي حضرت بك وشايفين وده يبقى عبارة عن pure inductance هنا مفيش resistance بقى يعني مفيش real part لو كان في real part كنت ممكن أكتبكت إن أنا عندي قيمة resistance مع البسيط بتاعي زي مثلا Z2 لكن هنا طلع imagine البسيط معناها أن أنا عندي pure inductance لو عايز أحسر قيمة inductance حضب بقى الإكويجن اللي احنا كلنا عارفينها اللي هي J omega L ف J هتروح مع J بقى 150 هتساوي omega اللي هي 2 by F هو مدينا قيمة F اللي 1 كيلو هيرت بقى ممكن نوقد قيمة L بتاعتي أو قيمة ال-inductance ساعد كلام جميل طيب نسبة كتيرة بدأت تستفيد من القصة دي وتبتدي وتخط different configurations علشان توجد unknown values بتاعتي زي el-capacitors وال-inductors فبدأوا بفكرة comparison bridge أنا عايزة S-capacitors حط الناحية التانية capacitor زي ما أنا كنت عايزة S هنا resistor لو انتم فاكرين في western bridge حطيت هنا resistor الناحية التانية variable وبالأت أغير فنفس الحدوطة بالظبط بس على EC لو أنا عايزة S-arm هنا ممكن يحتوي على DC وEC values يعني resistor مثلا capacitor كأول مثال فحط الناحية التانية بقى نشوف كده نطبق نفس الفكرة أدي ZX أو Z4 حيساوي Z3 مفروض طبعا مضروف Z1 Z2 أسف على Z1 أوكي يبقى ببساطة كده Z1 هنا عندي بتسوي R1 Z2 بتسوي R2 Z3 هتساوي R3 بلاس ج أوميجا واحد على ج أوميجا C3 والمجهول بتاعي اللي R4 بتاعتي أو Rx بتسوي Rx plus أو Zx بتسوي Rx plus 1 over ج أوميجا Cx يبقى لو خدت real part تساويته بالreal part والimaginary بالimaginary حلائي أن R1 في Rx بتسوي R2 في R3 والéquation المشهور اللي احنا شغالين بيها من ساعتها وكي والimaginary بالimaginary يبقى حيبقى طبعا هنلاحظ ج أوميجا حطير مع ج أوميجا هيفضل Cx بتساوي C3 R1 على R2 يبقى معنى ذلك أن أنا ممكن أوجد قيمة Cx بتاعتي بمعلومية C3 أوكي وحوجد Rx ب أنا أغير بقى R3 بتاعتي أوكي ك variable resistor لغاية ما وصل للbalance عندي هاخد بالي أن الشكل بتاعي ده لو أنا ما حطتش C3 هنا مش حق روجد balance ليه لأن حيبقى في component هنا مؤتمد على frequency يعني في components في imaginary part هنا وما فيش الناحية تانية imaginary part فده معناها أن مفروض القيمة دي تساوي 0 أوكي واللي هي ممكن ما تبقاش حصلة لأن بيكون بقيس فعلا value عندي فمش حيبقى تانية حاجة أخذ بالي منها أن القيم اللي أنا بحسب ها هنا سواء Rx أو Cx ما بقتش معتمدة على frequency دي مقطة مهمة هنتكلم معنا كمان شوية لما لقيت configuration معتمدة على frequency تانية حاجة هنبص عليها هي نفس فكرة comparison preach بس بدل ما بقيس capacitance بقيس inductance أوكي فمش هيختلف خالص الconfiguration بتاعي حيبقى عندي برضو Z1 بتساوي R1 Z2 بتساوي R2 أما Z3 هتساوي R3 بقى المراد بلاس ج أوميجا L3 و Zx بتساوي Rx بلاس ج أوميجا Lx عندي اللي هي عايزة حاجة حاجة برضو Rx بنفس الطريقة وال Lx هتطلع بنفس الطريقة بتاعتي بس الفجأ بدلا من عندي capacitor بقى عندي inductor بقيس وبحط الناحية الثانية inductor طيب بلاقيت بعض الحاجات تتغير أن أنا ممكن إيس الاندكتور بمعلومية capacitor فأول configuration بيغير بقى في القصة دي أن أنا هيس الاندكتور هنا Lx بمعلومية ال capacitor السيوى طبعا زي ما لسه أين من شوية أن ما ينفعش يكون other armors مفهومش ولا component معتمد على frequency طالما أنا حقيص حاجة معتمدة على frequency زي Lx يبقى يبقى لو طبقت نفس equation بتاعتي حيبقى عندي Zx بدت ساوي Z2 في Z3 مفهومش أنه Z1 أو ممكن نضرب في معكوسها اللي هي Y1 أوكي للسهولة بما أن الاتنين ضل parallel مع بعض Z2 حيساوي R2 Z3 حيساوي R3 أما معكوس بقى Z1 حيساوي Y1 حيساوي 1 over R1 plus J Omega C1 وطبعا زي ما لسه عالين Zx حيساوي Rx plus J Omega Lx لما حيساوي two terms ببعض real part real part والimagining بالimagining حيطلع Rx نفس القصة R3 في R2 على R1 والLx حيساوي R2 في R3 في C1 still هنا مش معتمد على Frequency والحاجة التانية ده ممكن أقايا الاندكتور بمعلومية الكاباستور طب حد حيسألني لو أنا غيرت الكونفيريشن بدلا ما خليتهم parallel خليتهم serious تعال بقى نشوف اللي هيختلف عندنا اللي هيختلف الكونفيريشن ده أوكي فحيصبح عندي 1 over R 1 plus جي أميجا C1 أوكي وحنلاحظ بقى إن الكونفيريشن بتاعنا اللي هو ZX أوكي حيساوي Rx still جي أميجا Lx يبقى أنا لو سويت Real Part ب Real Part حلاحظ هنا بقى أخذ بالك إن Real Part ب Real Part بقى Function أوكي 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 رحاندي أوكي لإني بقيت عندي Function لو عملنا Expansion يعني لconfiguration بتاعنا أوكي فحنلاحظ ال two equations بتاعتي بقى R1 في Rx بتساوي Lx على C1 بإيقوال R2 على R3 أوكي والPart الثاني اللي هو Rx على أميجا C1 بيساوي أميجا L في أروا أوكي كReal Part وImaginary Part عندي أوكي طيب اللي أنتم ملاحظينه من من الconfiguration اللي أقصد حضاراتكو ده أوكي تاني هنexpand الconfiguration بتاعنا لو أنتم لاحظتم كده أوكي فحيبقى عندنا R1 في Rx أوكي لأن Z1 هتساوي R1 minus J أميجا على C1 أوكي عشان بس الناس ما تطلق باتش أوكي وC2 هتساوي R2 Z3 هتساوي R3 أوكي يبقى أنا لو فكيت القوس بتاعي ده لو ضربت ده في الconfiguration بتاعي ده أوكي حبقى فيه real part وفي imagery زي ما انتم شايفين حيساوي R2 R3 الناحية التاني أوكي طيب لو خدت بقى كل part وسويته مع بعضه حلاحظ R خد بالك هنا بقى فيه Rx وLx وهنا Rx وLx انت ممكن تشيل واحد فيهم وتعوض في الإكواجين عندك two unknowns to equations تقدر توجد حتلاقي بقى ان خد بالك هنا بقى Rx بقى معتمد على الفريكونسي بتاعتك وLx بقت معتمد على الفريكونسي بتاعتك أوكي عشان كده انت لو غيرت الconfiguration لازم تبقى واخن في اعتبارك ان كمان السيستم بتاعتك ممكن يبقى معتمد على الفريكونسي أو بقى شكله مختلف طيب تعالوا نشوف another configuration انا هيسهن capacitor بمعلومية capacitor بس in parallel وعندي capacitor تاني موجود في R هنطبق نفس الحدوط كده Z1 في Z4 بيساوي Z2 Z3 اوكي وهعوض هنا بقى عندي اوميجا واحد على اوميجا C3 هنا عندي لو ححسب على Y1 واحد على R1 plus J اوميجا C فقدر اعوض وساوي الاثنين ببعض اوكي real part real part or imaginary بimagining حاب عندي Rx بتساوي R2 C1 على C3 وCx حتساوي C3 فR1 على R2 اوكي اخي configuration بقى هنبص عليه في الحدوطة دي لو انا عاوض اوض 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 elements تعتمد على الcapacity بتاعي اوكي يبقى لو اعملت balance موجولة عندي في الarms بتاعتي عندي Z1 حيساوي R1 زائد 1 over J اوميجا C3 عندي Y3 مثلا دو معكوس ويعني حيساوي 1 على R3 plus J اوميجا 3 يبقى هعمل expansion زي اللي حضرتكو شايفين وده حضرت بالاتنين في بعضه وعمل expansion اوكي هيبقى عندنا R2 على R4 بيساوي R1 على R3 plus C3 على C1 اوكي واميجا هتساوي اوميجا اوكي المجهول هنا بالنسبة لي هو اوميجا او الfrequency بتاعتي اللي هي 2πF يبقى الF بغاية هتساوي 1 على 2π في الرود بتاع C1 لو لاحظنا كده C1 في C3 مضروبة في R1 plus R3 طبعا رود هنا عشان دي اوميجا سكوير اوكي ممكن نبسط القصة دي شوية وحنشوف ان التفسير ده هيظهر حاجة لطيفة كده ان احنا لو اختارنا قيمة الكاباستور بيساوي الكاباستور يعني C1 بتساوي C3 وR1 بتساوي R3 اوكي يبقى ساعتها القيمة الفريكونسي بتاعتي هتساوي 1 على 2 by R3 اللي هو المفهوم بتاع R3 circuit عندي اوكي ممكن تبقى مرة عن resistor وكاباستور ويأوجات الفريكونسي عادي ممكن استخدم ديفايز الاصلسكوب علشان احول الالكتر لكال signal لتريس تظهر على السكين اقدر احدد منها الvalues بتاعة السيجنال بتاعتي الvalues ممكن يبقى ديها configuration معين معتمدة على البروب اللي انا بستخدم يعني configuration يعني البروب اللي احنا بنستخدم احنا ممكن حد يقول ممكن استخدم سلك بسيط بس السلك دي خلي بالك هيبقى لها effect مع noise او مع load اللي انت هتحق على السلك دي سواء كان voltage او كار عندك ابسط حاجة هو الباسف الكترودي اللي هو شكله شبه الvoltage divider البسيط اللي حضرت تكو شايفين وعباره عن capacitor elements و resistor ماشي ما فيش هذا active element زي transistors او amplifier زي عشان كده بيسموها passive electrode اوكاي الoutcomes بتاعة الoscelescope زي ما حضرتنا شايفين كده بيبقى عباره عن signal بتاعتك والconfiguration بتاعك بيبقى بتقسم لhorizontal axis اللي هو time وvertecal axis اللي هو voltage اوكاي كل division على حسب بقى اختياراتك في control للoscelescope بتبتدي تقسمه اوكاي الone division بتاعك ممكن يعبر عن ملي volt ممكن يعبر عن one volt على حسب اختياراتك وفي الex axis ممكن تقسمها على حسب الex division بتاعك زي هنا مثلا كل one microsecond مقابل لone division بقى انا لو اديتك الشكل البسيط للوقصات خلدتك ده ممكن تستمتق ان الpeak to peak voltage بتاعك بيساوي ثلاثة الvoltage الpeak بيساوي ثلاثة division والvoltage negative بيساوي ثلاثة division اوكاي وممكن تستمتق الفريقونسي اللي هي الda division انا اضعتها مثلا من الpeak دي لغاية الpeak دي او من الزيرو هنا لغاية الزيرو هنا اللي هو مثلا اربع divisions مثلا وانت قيل انه 1 microsecond اللي بقى لو قلبتها حيدين الفريقونسي بتاعتي اللي هو 250 كيلو هاو اوكاي لي configuration زي ما حضراتكو شايفين كده ممكن يبقى عندي one channel ممكن يبقى عندي اكثر main channel عندي scale على vertical عندي scale على horizon and so on اتمنى انكم استفدتم من من الكوز التاع electrical measurement في النهار دا اللي اتكلمنا فيه ميلي على bridges سواء DC bridges او EC bridges اوكاي وبصينا في نهاية على الشكل الخاص بالسولوسكوب اشوفكم دايما على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته